اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعرفتها العصور الأدبية العربية القديمة على تتابعها ولا يزال يعرفها عصرنا الحاضر الذي نحيا فيه على الرغم من وسائل الحضارة الحديثة التي كانت قامنة أن تبرئ نتاجنا من هذه الظواهر لو كان ثمة سبيل إلى الخلاص منها فشيوع الكتابة شيوعا عاما وانتشار الطباعة بصورها المتعددة وأنماطها الكثيرة لم يحول دون أن ينسب إلى شاعر شعر لم يقله ولا يدري من أمره شيئا ولم يستطيع أن يذود عن شعر قاله صاحبه بغي المعتدين وسطوة المدعين المنتحلين ولم يكن الوضع أو النحل مقصورا على الشعر وحده بل لقد شمل كل ما يمت إلى الأدب العامي بسبب كالنسب والأخبار منذ الجاهلية نفسه ولقاء اليومي بعنوان الوضع في الشعر قديما وحديثا يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي رئيس المجمع والأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي أستاذ الكراءات والتفسير بجامعة أم القرى والرئيس المؤسس لمجمع اللغة العربية بمكة المكرمة وبناء على رغبة سيادته في اختصار سيرته نقتصر على ذكر بعض مصنفاته التي تبلغ نحو من ثمانين مصنفة ومنها بالقراءات والتجويد توجيه مشكلة القراءات العربية العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا وفي التفسير تحقيق جزء من تفسير النسفي ووجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار ووجه النهار الأوسط وفي علوم القرآن تحزيب القرآن وفي علوم الفقه وأصوله المصفة في فقه الشريعة والخلاصة في أصول الفقه وفي علم النحوي الشرح الميسر على ألفية بن مالك وأيسر الشروح على متل الآجورمية وفي علم التصريف القرع بلانة في فن الصرف وموجز الأقوال على نامية الأفعال وفي اللغة وفقها مفاتح المقصورة شرح لمقصورة بن دريد وشرح نونية بن القناص ولامية الشنفرة وفي علم البلاغة نظم البديع في مدح الشفيع وفي الأدب ذات الأكمام مقامات أدبية وفي علم العروض النصيب المفروض من علم العروض وفي التصويب اللغوي لحن القول وتغليط الألفاظ وجمل شائعة وغيرها من المؤلفات والبحوث المختلفة في معارف شتى فمع الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر للجميع حضورهم كما أشكر أيضا لأخي وزميلي العزيز الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغمدي ولمقدم هذا اللقاء الدكتور مصطفى شعبان وأشرع في المقصود عنوان المحاضرة كما علمتم هو الوضع في الشعر بين القديم والحديث أو قديما وحديثا والشعر كما قيل ديوان العرب قال ابن فارس في هذا وبه حفظة الأنساب واللغة وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله تعالى وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن فارس أيضا أن الأشعار تتفاوت في الحلاوة والضرافة وقال وبكل يحتج وإلى كل يحتاج وأما الاختيار الذي يراه الناس للناس فشهوات كل يستحسن شيئا وفي العمدة لابن رشيق وأظنه بهذا الضبط ما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من الموزون عشره ولا ضاع من المنثور عشره هذا ذكره في العمدة والشعر مفضل على النثر ومن احتج بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له فلم يحتج بشيء في موضعه بل الآية فيها دليل على فضل الشعر لأنه هو الذي كان له فضل وهيبة وفخامة عندهم فبرأ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منه من الشعر ليبقى الإعجاز للقرآن وحده هذا الكلام أيضا قاله ابن رشيق في العمدة أو قال كلاما هذا معناه وبسطه ابن عبيد الله السقاف في كتابه العود الهندي والكلام في فضل الشعر وعناية العربي به وتنقله في القبائل وتفاوت الشعراء فيه ومفاخرة القبائل بالشعر والشعراء طويل واسع والكلام هنا عنه في هذا الباب هو من نافلة القول فندع النافلة للفريضة وهي الكلام عن الشعر المصنوع أو الموضوع الذي هو موضوع هذه المحاضرة أنقلها هنا كلاما لابن سلام محمد ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء قال رحمه الله في الشعر ما هو مصنوع مفتعل كثير لا خير فيه ولا حجة فيه أيضا تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولا عرض على العلماء انتهى كلامه ولم أجد من جمع الأغراض التي من أجلها وضع الشعر وأنا أقدر أن من تلك الأغراض مجرد الكذب ذلك أن للكذب شهوة لدى المتصف به يجد لها حلاوة في نفسه هكذا وجدنا الكذابين وقصد الإغراض والتعجيب وأيضا نصر قول أو مذهب أو رأي اللغوي كذلك أيضا من الأغراض إدخال شيء في اللغة مما ليس منها وكذلك أيضا التمثيل كالذي نسب إلى ابن مالك إن صح وفي الكلام عن ابن مالك وما نسب إليه جدل طويل وكتبت أيضا في هذا مقالة مطولة وعنوانها معركة ابن مالك ولا نخوض في هذا لأنه طويل الذيل وأيضا قليل الفائدة وهذه الأغراض يشبهها أغراض الوضع في الحديث أو أسباب الوضع في الحديث التي أجملها السيوطي في قوله والوضعون بعضهم ليفسدى دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولا هموهم كالوضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر هناك من تبرع للمسلمين بأن وضع لكل سورة حديثا يبين في ذلك الحديث فضل تلك السورة واغتر بهذا عدد من المفسرين كالثعالب والزمخشري وغيرهما ودونوا هذه الأحاديث المكذوبة وهم يعلمون أنها مكذوبة ولكن لهم تأولات في هذا وهي غير مقبولة وأما التكسب فهو كثير فما من شيء تقريبا من الأغذية التي يتناولها الناس كالباذنجان والرز والعدس والحلبة حتى اللبان كلها فيها حديث هناك حديث يقول فيه الواضع كل اللبان طبعا ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اللبان فإنه أكلي وأكل الأنبياء قبلي كأن الأنبياء كلهم كانوا فقط يعني ينضغون اللبان وفي العدس أنه قدس على لسان سبعين نبيا وفي الباذنجان الباذنجان لما أكل له حتى الرجلة فيها حديث والحلبة لو تعلم أمة ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا ونقاد الحديث المهرة قد يستدلون على وضع الحديث بدلائل في متنه طبعا هذه مقارنة نجعلها كالجملة الاعتراضية بين الوضع هنا والوضع هنا لأن المقاصد تتفق في هذا في كثير من الأحيان فالنقاد الحديث يستدلون على وضع الحديث بدلائل في متنه كأن يكون مثلا مباينا مخالفا للنقل لما في القرآن وأيضا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفا للعقل ولهذا أيضا قال الناظم وقال بعض العلماء إلكم مليئ حكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المعقول والمنقول خالفه أو ناقض الأصول وقلت في نظير ذلك في الشعر الموضوع والوضع في الشعر له علامة يعرفها الناقد والعلامة بركة وأنه قد ضعف قائله أو للصحيح خالفا وهناك أسباب أخر قد تكون في الكتاب المزهر للسيوط نقل حسن وأحب أن أتلو عليكم منه ذكرى وهو في هذا المزهر في المجلد الأول في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة في معرفة المصنوع قال رحمه الله تعالى وللشعر صناعة وثقافة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات ومنها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة من من يبصره إلى أن قال وإن كثرة المداومة لتعين على العلم به الممارسون للشعر الذين عرفوا مثلا كيف يقول امرو القيس مثلا الشعر وطرف ابن العبد وعنتره فيصبح بعد ذلك لديهم ملك يعرفون بها ما خالف ذلك المنوال الذي مضى عليه ذلك الشاعر فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم به قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف ابن حيان أبي محرز وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى قال له هل تعلم أنت منها ما إنه مصنوع لا خير فيه أي هل تعلم أنت منها الذي هو مصنوع لا خير فيه قال نعم قال أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منك قال نعم قال فلا ينكر أن يعلم من ذلك ما لا تعلمه أنت وذكر بعد ذلك شيئا عن خلف ولكنه قال كلاما مهما بعد ذلك في موضوع ما نسب إلى ابن إسحاق لأن محمد ابن إسحاق رحمه الله نقل كثيرا من الأشعار في السيرة والشعر المذكور في السير هو مما نقله هو وانتقده الناس في تلك الأشعار التي جاء بها وخلط فيها بين الصحيح وبين السقيم وبين الموضوع وبين غير الموضوع قال وكان ممن هجن الشعر وأفسده الكلام أظنه لا يزال ابن سلام نعم وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد ابن إسحاق ابن يسار مولى آل مخرمه إلى آخره وكان من علماء الناس بالسير والمغازي قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله ولم يكن ذلك له عذرا فكتب في السيرة من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود وسيأتينا أيضا هناك شعر منسوب لآدم عليه السلام من البحر الطويل فكتب لهم لكن لا أدري هل نقله هو محمد بن إسحاق أم غيره فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنين والله تعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني لم يبقى من أخبارهم شيء فكيف بقيت هذه الأخبار وتلك الأشعار وقال أيضا وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقال فأل ترى لهم من باقية وقال وقرونا بين ذلك كثيرا إلى آخر كلامه النفيس في المجلد الأول من المزهر في الباب النوع الثامن كما ذكرنا وقد ذكر عن حماد الراوية وخلف الأحمر شيء كثير ومن ذلك قصيدة الشنفرة برمتها وقالوا إنه وضعها والذي ظهر لي أن هناك أبياتا موضوعة وأبياتا لها أصل في هذه القصيدة ولا يستطيع الإنسان أن يجزم بشيء في هذا ومما عثرت عليه في ذلك أيضا ما قاله الزمخشري في تفسيره الكشاف عند قول الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا والدعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث كذب على العرب وأنه وضع محدث هكذا قال الزمخشري قال ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزاءة المرأة ثم صنعوا بيتا وبيتا وهذا فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب حاشية على الكشف وهي أحسن كحاشية تقريبا وحواش الكشف أكثر من يعني عشرات الحواشي لكن البيضاوي له أكثر من مئة حاشية وهذا هذه الحاشية مطبعة طبعة حسنة كما ترون هنا يقول قال الزمخشري طبعا أنا لا أكرم الحاشية أنا أكرم النص الزمخشري لكن مثل الكشاف نفسه يعني هنا مطبوع يعني طبعا جيد جدا ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث يعني في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا والدعاء أن الجزء في لغة العربي اسم للإناث وما هو إلا كذب على العربي ووضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزاء المرأة كما ذكرت ثم صنعوا بيتا البيت الذي ذكره ذكر منه شطرا ولكنه أكمله بعد ذلك في الحاشية الطيبي وهو إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة للمذكار وأحيانا والبيت الثاني زويتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل المجزئة المرأة التي تلد البنات فهذا كما ذكر أنه من زعماتهم وقال الأعلم الشنتمري في شرح الدواوين الستة الجاهليين وينسب إلى طرفه شعر منحول ومنه القصيدة التي فيها أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض ونرجع إلى ابن سلام أيضا إذ يقول كلاما أيضا طويلا في موضوع ابن إسحاق في موضع آخر لكن أزيد أيضا أن من الرواه من نقل شعرا كما ذكرت ووعدت قبل قليل عن أبينا آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر أنه قال شعرا محزنا وهذا مشهور وقراته في دائرة المعارف وفي بعض الكتب المتقدمة أنه قال لما قتل قابيل هابيل قال من البحر الطويل تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح كأنه في هذا العصر تغير كل ذي لون وطعم وقلب شاشة الوجه المليح ويمكن أن يكون هذا ترجمة لما قاله آدم عليه السلام وقال ذلك بعضهم لكن من التعاجيب أن في البيتين ما يسمى بالإقواء في الشعر فالبيت الأول مغبر قبيح والبيت الثاني بالكسر بشاشة الوجه المليح يعني حتى آدم إن كان طبعا هذا لا يصح أبدا لكن حتى آدم وقع في الإقواء على هذا وقال الجاحظ في الحيوان في كتاب الحيوان وفي منحول شعر النابغة فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون قال وليس لهذا الكلام وجه وإنما هو كقولهم كذلك كان موسى لا يخون فالنقاد يعرفون هذا بالركة التي تكون في البيت أو بالسذاجة أو بدليل فيه يعني يطعن في ذلك الشعر المنسوب وأيضا في أمالي اليزيدي في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة عن محمد بن حبيب أن من منحول شعر زهير لعمرك والأمور مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي لقد باليت مضعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي ولا جدال أبدا في كثرة الشعر المنحول وخلافهم الوحيد كما قال النقاد هو في مقدار نسبة الفاسد من الشعر في نسبة الموضوع من الشعر المصنوع بالنسبة إلى الصحيح وأورد شوق ضيف كتابه تاريخ الأدب ما ينسب إلى الأعشاء إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكونك مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا قال لأنه نظم لمعنى آيات قرآنية لا يقولها الأعشاء وأمثاله ولا أعرفها ونسب إلى يعرب يعرب ابن قحطان أنه قال اسمعوا هذا البيت أيضا من الرجز كأنه نظم لمعاصر أنا ابن قحطان الإمام الأفضلي وذو البيان واللسان الأسهلي أنا ابن قحطان الإمام الأفضلي الإمام هذا نعت لقحطان المجرور ولو قيل لي إنه في عصر التدوين لقلت بل لعله من بعد فكيف يكون هذا في زمان يعرب ابن قحطان وفي ثمار القلوب أيضا لأبي منصور الثعالبي في برد العجوز أن عجوزا كانت في الجاهلية وأيضا أتلو عليكم منه شيئا هنا هذا ثمار القلوب قال ومنها أن عجوزا كانت بالجاهلية ولها ثمانية بنين فسألتهم أن يزوجوها وألحت عليهم قصة طريفة فتآمروا بينهم وقالوا إن قتلناها لم نأمن عشرتها لم نأمن عشرتها ولكن نكلفها البروزة للهواء ثماني ليالي ولكل واحد منا ليلة فقالوا لها إن كنت تزعمين أنك شابة يعني وتقديرين على النكاح فبروزي للهواء ثماني ليالي فإننا نزوجك بعدها فوعدت بذلك وتعرّت تلك الليلة والزمان شتاء وبرزت للهواء فلما أصبحت قالت إيهن بني إنني لناكحة وإن أبيتم إنني لجامحة هان عليكم ما لقيت البارحة فقالوا لها لابد أن تنجيزي وعدك في الليالي السبع ففعلت وماتت في الليلة السابعة شاهد ونسب العرب إليها برد الأيام الثمانية وأسماؤها الصن والصنبر والوبر وآمر ومؤتمر إلى آخره وذكروا فيها قال وفي ذلك شعر مصنوع كسع الشتاء بسبعة غبري أيام شهلتنا العجوز لأن المرأة تكون كهلة ثم شهلة شهلتنا من الشهر فإذا انقضت أيام شهلتنا بالصن والصنبر والوبر وبآمر وبأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفئ الجمر ذهب الشتاء موليا عجلا وأتتك وافدة من الحر ونسب إلى الجن أبيات منها في موت عمر بن الخطاب قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي يعني لم تتفتقي ومن ذلك أيضا البيت المشهور أيضا وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر يزعموا أنه أيضا من أقوال الجن ويسمون ذلك هواتف الجن وهو ضرب من الخيال في ظني ضرب من الخيال والتوهم أو هو من الكذب الصرف وربما جعلوا للشعر شيطانا أو جعلوا لكل شاعر شيطانا وكان حسان في الجاهلية يعز بعض شعره إلى شيطانه وما هو إلا زعم أو وهم كما زعم اليونان أن للشعر آلهة أو إلهة تلهم الشعر وإن فأتنا شيء في هذا الباب فلن تفوتنا الإشارة إلى القصيدة المصنوعة الموضوعة المشهورة أيضا التي هي صوت صفير البلبلي فهذه القصيدة الشائعة الآن التي تعجب كثيرا من الناس وبعضهم يستشهد بها على سعة اللغة العربية وعلى كثرة غريبها فهذه القصيدة لوائح الوضع فيها واضحة وكلماتها تنادي عليها بحكم الاختلاق بلا شقاق ومن النقاد من يضعف ما ينسب إلى علي بن الجهم من قوله في الكصة المعروفة أنه حين جاء من البدو قال يمدح الخليفة أنتك الكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراعي الخطوب أنتك الدلوي لعدمناك دلوا من كبار الدلاء كثيرا إلى آخر الكصة التي فيها أنه بعد ذلك لما مكث في الحاضرة شهرا جاء بالقصيدة المشهورة عيون المهى بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري ووجه الضعف أو التضعيف أن علي بن الجهم لم يكن بالبادي هكذا يقول الناقد وأن مثل هذا التشبيه غير مشتهر في العراب وهذا رأيته في مقطع مربي ونسيت اسم الناقد أو لم أتمكن من معرفته ناقد معاصر ومن العلل التي تكون في اللفظ والتركيب ما ينسب أيضا إلى مريء القيس في أبيات مشهورة أيضا وغنت أيضا إحدى المغنيات غنت منها من القصيدة لكن فيها فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي يعني هي وهي وهي فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي منى لي من الدنيا من الناس بالجمل حاشى لمريء القيس أن يقول هذا وإن كان من المشركين لكنه لا يقول مثل هذا الهراء فكمكم وكمكم ثم كمكم وكم وكم وبعدين فيها وعنعن وعنعن ثم عن وهكذا أي واحد يستطيع أن يقول مثل هذا الهراء وفيها ولولو ولولو ثم ولولولو ولولو ولو إلى آخره وقبل سنوات أرسل إلي أحد الطلبة قصيدة منتحلة ركيكة مهلهلة وأزعم صاحبها أنه يتحدى ساطين العربية يتحدى العرب من محيطهم إلى خليجهم أن يفهموا معناها وقد صدق ذلك الكاذب في تحديه لأن الألفاظ التي اجتملت عليها تلك الأبيات المزعومة مخترعة وإن أذنتم أن أزعجكم بشيء من تلك الأبيات فممكن أن أقرأ لكم منها بعضها يقول هذا الواضع الكاذب ومدركل بالشنصلين تجوقلت عفص له بالفيلطوز العقصلي ومدحشر بالحشرمين تحشرجت شرا فتاها فخر كالخزعبلي والكيكذوب الهيكذوب تهيعهت من روكة للقعلبوط القعطلي ثم قال في نفس القصيدة يعني تدفق في البطحاء رأى انتقل كان يقول الشعر من البحر الكامل ثم كشفه الله فانتقل بعد ذلك أو خلط بين الطويل وبين الكامل فقال من الطويل تدفق في البطحاء بعد تبهطل وقعقع في البيداء غير مزركل إلى آخره كلام فاضي لكن هذا من نموذج من الوضع حتى في هذا العصر الحديث وأنا في الحقيقة أردت أن أطرح نفذة عن الوضع في الحديث وجاء هذا الموضوع من كثرة أيضا ما نعالج هذه القضايا أيضا في الوضع في الشعر طبعا جاء هذا من كثرة أيضا ما نعالج هذا في الوضع في الحديث في كتب الحديث والحرص على تتبع الحديث الضعيف والموضوعة هو أكبر من الحرص على موضوع الشعر لأن الشعر في الغالب لا يؤثر في الديانة قد يؤثر في اللغة وسأذكر شيئا من هذا وبعد هذا الحديث الموجز المفصل إلى حد ما هو موجز مفصل إن شاء الله نستطيع أن نبني على ذلك أمورا ومنها الوضع في الشعر شاهد على مكانته لأنه لا ينتحله أحد ولا يضعه أيضا إلا لمكانته وآثره في الأنفس والعقول والشعر المصنوع قليل جدا هذه نقطة أخرى الشعر المصنوع قليل جدا مقارنة بالصحيح منه خلافا لما ادعاه بعض المستشركين أمثال روكلمان الألماني وماركليوث الإنجليزي وهو هذا الأخير من أكبر من تولى كبر هذا الموضوع وكتب فيه أخذ نقطة من كلام لابن سلام وذكرناه قبل قليل ووسعها وقد جاد له في ذلك الشوق ضيف وأكثر جداله وأحسن في ذلك وما قاله طه حسين هو مما ذكره أولئك الزاعمون ما قاله طه حسين عن الشعر الجاهلي نقطة أيضا ثالثة الوضع في الشعر على أنواع منهما ينسبه الواضع في اللواء العربية يقال ينسب وينسب ينسبه الواضع إلى شاعر بعينه ومنهما ينسبه إلى مجهول ومنهما ينتحله بأن ينسبه إلى نفسه أو هو لغيره نقطة رابعة ضرر الوضع في الشعر ليس كالضرر الذي يكون في الدين إلا إذا بني عليه إثبات لغة لم تثبت إلا من طريق ذلك الشعر نقطة أخرى أيضا ضمنها الخامسة بعض الأشعار التي قيل عنها موضوعة إثباتها وعدم إثباتها لا يمكن الجزم به لأنه لا إسناد لها ولا خطام ولا زمام نقطة سادسة من علامات الشعر المصنوع ركته وضعف تركيبه أو اجتماله على ألفاظ لا وجود لها في العربية أو منافرته لسائر الشعر الذي قاله ذلك الشاعر المنسوب إليه ذلك الشعر نقطة سابعة أيضا من السهل أن يضع الإنسان شعرا يسبه الشعر الجاهلي هذا ممكن أنه الآن في هذا العصر يستطيع شاعر أن يحاكي شعرا لمرئ القيس أو لزهير أو لطرفه هذا ممكن إذا كان ماهرا كما كان يضع خلف خلف الأحمر وغيره ولكن بعض الأغبياء كالسابق هذا الغبي السابق صاحب ومدرك من الشنصالين ولكن بعض الأغبياء أوحت إليه بعض الأغبياء أوحت إليهم عقولهم أن ما وضعوه لا يعرفه المهرة النقاد بالشعر واللغة وظنوا أن الإغراب وحده كاف بأن يدعى أن ذلك الشعر المصنوع شعر جاهلي ولعل في هذا الموضوع دراسات علمية دقيقة لم أطلع عليها وأنا أعترف ها هنا القصور والتقصير في الإطلاع وأرجو أن أكون قد جئت بشيء جديد في موضوع الشعر المصنوع قد أثرت أن أطيل في هذا الجو الجميل حتى نستمتع إن شاء الله بعد الثانية إن شاء الله إن كان هناك أيضا مداخلات فإن لم يكن فبالنسبة لي قد فرعت من النبذة التي أردت أن أطرحها في هذا الباب والله المستعان وشكر الله لكم مبارك الله فيكم مكتور حافظكم وشكر لكم جزيلا على ما تفضلتم به من عرض قضية الوضع الشعر العربي وقد كانت بدايات الشعر العربي تروى رواية شفوية ولم يعرف الشعر العربي التدوين حقيقة إلا في العصر الأموي وما كتب منه كانت حالات نادرة كالمعلقات وبعض الأخبار التي تشير إلى تدوين بعض القصائد أدت الرواية الشفوية للشعر وتناقله عبر الأجيال إلى مشكلة ظهرت بسبب بعض رواة الشعر كما تفضلتم وبعض رواة الأخبار الذين كانوا يصنعون بعض الأشعار وينسبونها إلى غيرهم أو ينسبون أشعارا إلى غير أصحابها وهنا ظهرت قضية نحل الشعر ووضعه كما وضحتم بارك الله فيكم أنه قد تنبه إلى تلك المشكلة الشعراء ورواة الشعر من العلماء والنقاد قديما وحديثا وجمعوا من ذلك نماذج كثيرة كما تفضلتم كذلك بمقارنة لذلك مع الوضع في الحديث النبوي الشريف تبارك الله فيكم يا دكتور ومدكم الله علما وتحقيقا وزادكم إحسانا وتوفيقا عندنا مداخلات المداخل الأولى أستاذ دكتور ظافر العمري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوتي أظهر يا دكتور مرحبا دكتور نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأذكر للمجمع هذه المحاضرات القيمة النوعية وأذكر لسعاد أستاذ الدكتور عبدالعزيز الهب هذه المحاضرات شيء الجميلة وإن كان قد اكتضب اكتضابا مع أنه تطوف بنا في المصادر التي تناولت هذا وجمع بين الوضع في الشعر والوضع في الحديث وهذه أيضا لفتة جميلة كذلك ترغني ما ذكره من اللقاط التي توصل إليها بعد نهاية تطويفه أو جولته ومن أحسنها أنه يقول أو مما لفت لي أنه يقول إن الشعر الذي وصل إلينا من الملحول قليل لأن العلماء نقحوه وقصته البشورة أيضا في مجلس الرشيد بحضور بعض علماء الشعر والأدب أن هناك من واقف وترصد بالوضعين وبيّن زيفه زيف كلامهم وزيف وضعهم من صحيحه ولذلك الذي وصل إلينا الآن من الشعر واضح فيه ما كان منحولا وواضح فيه ما هو للشعراء وما يعني غلب عن الظلم أنه ثابت لهم ويقف في الشعر غلبة الظلم لأنه ليس متواتر كتواتر القرآن الكريم وليس له سند كسند الحديث كما نعلم عند علماء الحديث الذين نقعوه وكانوا عدولا كل زمان في روايته لدي بعض الأسئلة إلى فضيلة الدكتور وهي أفدها أن الدكتور عبد العديد يقول إن لامية الشنفرة فيها بعض الأبيات التي يمكن أن تكون منحوله فلو بيّن لنا مثالا أو مثالين كذلك مما سمعته أن قول ما روي عن آدم عليه السلام في قوله وقلب شاشة تغيرت تغيرت البلاد ومن عليها نعم تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض إلى آخر لكن الثاني من البيت الثاني بشاشة الوجه المليح تشكله العلم لكنهم قالوا إن بشاشة منصوب على التمييز والوجه المليح مرفوع بهذا فيكون بشاشة يعني ضرورة حذفت منه التنوين وبقية العلامة العطلية ولذلك لا يقوى ها هنا ولا العلا الدكتور عبدالعجز يعلم هذا أنا عارف أنه يعلم لكنه أتار للإقواء إشارة أيضا فيما يتصل بماذا ترفض مقشري هذه أجزاء المرأة والإجزاء في تقلب في معاجم اللغة حتى يكاد يكون أظهر مما قاله الزمق شريم فالدكتور عبدالعجز أعرف أنه مما ينقب في اللغة وليس والله مدهن في الوجه ولكن أعرف معجمي وقدر على أن يستعصل هذه المفردة من المعاجم إن كانت موضوعة أو إن كانت ثابتة هذا وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله ما تذكر الله لكم جميعا شكرا لك دكتور الله سلام دكتور صالح العامدي السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا شكرا جزيلا للمجمع على هذه المقاضرة الجميلة التي قدمها سعادة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز في موضوع صناعة الشعر أو موضوع الانتحال في الشعر قديما وحديثا ولدي ثلاث نقاط سأطرحها النقطة الأولى ربما لم تعد قضية أو مناقشة قضية الانتحال بذات الأهمية التي طرحت بها أيام مرجوليوث وطه حسين وما أثير حول هذه القضية من اهتمام ومن فالآن تطرح هذه القضية قضية عادية وأنها تكون أو تكاد تكون طبيعية في مناقشة تاريخ الأشعار لكل الأمم الذي يتداخل فيها ما هو موثق ومنسوب إلى صاحبه وما هو غير ذلك والسؤال الآن من منظور تناص يطرح لا يقال هل هذا النص لفلان أو لفلان وإنما يقال أو على الأقل سؤال البحث هو لماذا نسب هذا النص إلى فلان والدكتور عبدالعزيز تحدث عن الأغراض أو عن الدوافع وأنا أعتقد هذه مهمة لماذا ينسب هذا النص إلى فلان تحديدا وليس إلى فلان آخر لكن ليس هذا المهم المهم هو النقطتان التاليتان أعجبني في المحاضرة ربط الدكتور عبدالعزيز بين علوم الجرح والتعديل وكيفية توظيف هذه العلوم في دراسة الشعر العربي القديم في شتى الموضوعات ليس فقط في الانتحال ولكن في الانتحال تحديداً ونحن نعلم أن العلوم الدينية كانت مساعدة لكثير من العلوم الأدبية والبلاغية والنقدية إلى آخره كثير من الأجناس الأدبية نشأت من علوم الدين السير والتراجم كان من شعوها ليتمام بالعديد إلى آخره لا أريد أن أؤكد هذا المؤكد وهو ارتباط العلوم العربية وآدابها بالعلوم الدينية وكيف ساعدت هذه العلوم الدينية وآليات دراستها في تجويدها فأعجبني هذا الطرح لقضية السرقات أو قضية الانتحال وهو أن ندخل إليها من خلال ربطها بعلم الجرح والتعديل على أن نجد طريقاً مختلفاً لبحث هذه القضية النقطة الأخرى المهمة أيضاً وهي أن الدكتور عبد العزيز أيضاً أشار إلى المدخل اللغوي وهو مدخل جميل جداً بغض النظر عن قضايا الأدب والنقد إلى آخره كيف يمكن أن ننقض النص داخلياً من داخل النص من خلال لغته من خلال الألفاظ من خلال مقارنة هذه الألفاظ بالألفاظ التي كانت مستعملة في ذلك الوقت من خلال المفارقات اللغوية والأسلوبية التي نجدها في النص والتي هي تكون من أبرز الدلائل على صناعة هذه النصوص بغض النظر عن يعني موقفنا من مثل هذا العمل فهو إضافة يعني مدخل يضيف جديداً لدراسة الشعر المصنوع دون اللجوء إلى قضية الإدانة من عدمها يعني هذا موضوع أخلاقي ثاني لكن نحن نتأدف من منظور أدبي نقدي هذان المدخلان المدخل الديني وكذلك المدخل اللغوي من أكثر المداخل وعداً بالعثور على إجابات قد إن لم تكن جديدة على الأقل تكون مختلفة عن الإجابات المألوفة التي يعني ما زلنا نسمحها منذ أمد وكرر شكري الجزيلة الدكتور عبدالله وللمجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شكراً لطوفة الدكتور عبدالعزيز الخراشي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وشكراً للمجمعي هذا الجهد المشكور كل سبت ولمحاضرنا الكريم المفضال الذي يطوش هنا في كل علم وكل حق علمي وصر الله ينفع به وبعلمه لدي مداخلة والسجركة أما المداخلة فهي تأخذ بالمحاضرة من هذا الاقتضاب إلى تعميق أكثر وهو يصب في الخلفية الفكرية التي تدفع إلى القول في الوضع إزاء الحضارة العربية بما أن حضارة شفهية في المقام الأول وهنا لعل يستدرك شيئاً مما ذكره المقدم الكريم حتى في قضية كتابة المعلقات ونحوها والاختلاف في ذلك مما نبذ كثيراً وميل إلى كونها يعني شفاهة وإلا لما حصل ما حصل فيها من خلط في عددها وعدد أبياتها ونحو من ذلك الذي يهمني فيما جرى من محاقلة بين الشعر والسنة وأيضاً ما في لهم القرآن الكريم من وضع فضائل لكل سورة من هذه السور أن ينظر إلى ما وراء ذلك من دوافع فكرية وهي في ظن تصب في تأصيل هذه القضية أكثر من تداولها الذي ربما رانا عليه ما رانا في عقود مضت أما الاستدراكان فالاستدراك الأول يخص القولة التي نسبت إلى السيوط وهو بين هلالين الحافظ فهي قولة ابن سلام الجمحي والشعر صناعة صناعة وكذا إلى آخره وتشبيهه باللؤل والمرجان إلى آخره وكيف يخلص زائفه من صحيحه أما الاستدراك الآخر فهو الاستقرار الاستلاحي على الوضع وليس المصنوع لأن عبارة المصنوع أقول عبارة في امتلائها في مقولتها تنصرف إلى ما يقابل المطبوع أما الوضع فهي عبارة سائرة سواء في الشعر أو في سواه من العلوم كعلم الحديث ونحوه فهي تبين بوضوح تام أن هذا كذب محض ووضع لأسباب متعددة منها ما هو اجتماعي منها ما هو ثقافي منها ما هو فكري حتى ولا يغيب عن ذلك أن يعني من مأمنه يؤتى الحذر حتى في كتب بعض المعجمات العربية وجد وجدت أشعار وضعها الوضع لتأصيل كلمة ما أو استعمال معين فلم يسلم من ذلك كتب اللغة التي هي مظنة يعني حفظ اللغة ونحو ذلك فهذا مما لا تسلم منه حضارة من الحضارات كيف بالعربية لكن يزداد الأمر حين يكون خلف ذلك بعض الإيدولوجيات التي تود أن تقوض ليس العربية وإنما ما هو أهم من ذلك كيف نقل إلينا كتاب الله كيف نقل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقويض هذا المدد الشفهي أو الرواية أو الانتقال بهذه الحضارة من أهد الشفاهة إلى التدوين إذا وسم بمثل هذه المخاطر فإن يد الشك تنال كل شيء نقل عبر الرواية وبالله التوفيق أحسنت شكراً الله لك التوفيق عالوي السلام عليكم السلام عليكم نعم عليكم السلام تغضر يا مرحباً يا مرحباً شكراً على هذه المناسبة العلمية الجميلة شكراً للدكتور عبدالج الحربي على هذه المحاضرة الموثقة وقد ذكر فيها أهم الأقوال في الشعري محاولة منه لسبغة تأليفية لضبط وضعي الشعر لست من الشعراء ولست من نقاد الشعري ولكن لي سؤال للدكتور عبدالعزيز الحربي أن تفضل بالإجابة الشعر مرتبط أساساً بالمعجم تحدث عن الشعر القديم أساساً ويجب أن ينضبط إلى هذا المعجم في مفرداته ففضل اللغة على الشعر بيّن لا شك في ذلك بل هو الأدات التي يجب أن يستعملها الشعر الشعر في تصريفاته الشعرية المختلفة أنا أسأل هل للشعر فضل أساساً الشعر القديم فضل على اللغة يعني عندما يستعملها الشعر عندما يركب كلماتها في جمل شعرية ما إلى غير ذلك فسؤالي للدكتور هل للشعر فضل على اللغة في تطويرها في استعمال كلماتها بصفة إبداعية شعرية مع شكر هذا هو سؤالي للدكتور دكتور دوفي دكتور عبد الحميد الحسامي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام مرحباً مرحباً وشكراً قزيلاً للمعجم شكراً قزيلاً للأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي لهذه المحاضرة وبالتأكيد الشعر العربي وذاكرة الإنسان العربي وديوان معرفته المترامية الأطراف اليوم أنا طبعاً سأحدد دخلتي بهذا السؤال اليوم في عصر التكنولوجيا في عصر التقني نصبحت معظم المدونات مرقونا هل يمكن أن نعيد التفكير في مسألة الوضع من جديد وهل يمكن أن يقوم المجمع بشيء من هذه المهمة شكراً قزيلاً كيف يا دكتور يعني نعيد التفكير في الوضع أي هل يمكن أن نعيد أن نعيد مسألة الوضع إلى طاولة البحث العلمي لا أن نفكر فيها لا أن نفكر فيما قيل في الوضع ولا فيما قيل من بأن هناك أشعاراً أو نصوصاً موضوعة وإنما نقوم نحن الآن نعم نعم بطرح القضية موضع نقاش متقدد نعم شكراً بطرح القضية شكراً للأستاذ الدكتور ظافر أضاف أيضاً إضافة جيدة جداً فيما يتعلق بالشنفرة ذكرت أنا تفصيلاً أو شيئاً من التفصيل في هذا في مقدمة اللامية الشرح اسمه السرى إلى لامية الشنفرة ولا أستطيع أن أحدد بالضبط الأبيات التي يظن أنها منحولة ولكن هناك شعر منحول في هذا في هذه القصيدة وشعر يظهر لي أنه من شعر الشنفرة لكن من الدلائل والعلامات التي دلتني على هذا أولاً أن القصيدة ليس لها وحدة كلية تجمعها هي مشتتة هنا وهنا وهناك هذا ليس بدليل إنما هو دلالة ومن الأشياء التي هي محل شك أيضاً هذا إضافة إلى ما قيل عن خلف الأحمر أو واعترافه هو بأن بأنه أدخل شيئاً من الشعر ومن ذلك هذه القصيدة أو شيئاً منها هذا البيت الذي لا يكاد يقوله إلا إنسان يعني بلغ من القناعة مبلغاً ولم يكن ذلك الرجل من القانعين ولا كان بل كان من الطامعين الجسعين وكان رجلاً إن صح التعبير كان من الصعاليك الذين يهجمون على بيوت الناس وينهبون أموالهم وما فيها من نفائس هذا البيت وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أجشعوا القوم أعجلوا هذا لا يقوله ذلك الرجل الشنفرة الإنسان الحرامي النهاب المعروف وقد يقال إن الإنسان الذي انحدرت أخلاقه وكان من الجسعين الطامعين قد أحيان يرتقي في بعض الأحيان لأن يقول شعراً يتشبه به بأصحاب السلوك الجيد لكنه بعيد هذه الأشياء التي ذكرت أنا أو هذا الحكم الذي ذكرته في هذه القصيدة هو مبني أيضاً على ما قيل من كلام في لامية الشنفرة أما في مسألة الإقوى وفي قبيح والمليح فممكن أن يكون هذا على أنه لا نحتاج إلى أن نتكلف هذا التكلف هناك تكلف أحسن من هذا وهو أن نقول أنه مرفوع على القطع ونرفعه ونقول بشاشة الوجه المليح وعلى أنه مقطوع وأما كلام الزمح شري فنعم فعلاً هذا نحتاج إلى أن نتأكد منه وندمت الآن أنني لم أعود إلى كتاب البحر المحيط لأن من عادة أبي حيان أنه يتعقب الزمح شري هكذا يتقصده بالذات هو ويترصد له ويقف له عند كل مرصد فما أدري ماذا قال فيه فسأعود إن شاء الله إلى الكتاب وأعود أيضاً إلى المعاجم في تحقيق هذه اللفظة هل هي منتحة لأم لا لكن أنا لم أجد للطيبي والطيبي أيضاً علامة ولغوي ومعجمي وأيضاً يتعقبه ويتتبعه في عقيدة وفي اللغة لم أجد له أيضاً تعليقاً على هذا في الكتاب ومع ذلك الأمر يحتاج إلى شيء من التتبع والبحث شكراً يا دكتور الدكتور صالح الغامدي قال إنه ربما لم تكن قضية الانتحال قضية مهمة والله أنا أرى أنها هي قضية مهمة ونحن نحتاج إليها وهذا يعود يعود بنا إلى ما ذكره السادة الدكتور عبد الحميد الحسامي من أنه يمكن الآن أن نعيد التفكير في الوضع من جديد وأن نغرب الشعر من جديد ونتتبع تلك الكصايد وتلك الأبيات ويصدر لنا بعد ذلك يعني كتب كما صدر أيضاً ما دمنا في المقارنة بين الحديث وبين الشعر ويكون هناك أولاً الضعفاء والمتروفون في الشعر في الرواه يعني ويكون أيضاً هناك ضعيف مثلاً ضعيف شعر امرئ القيس كما هو الحاصل في عندنا الضعيف سنن بداود أو الترمذي أو النسايا أو الماجا أو يكون هناك الموضوع يعني كتاب في الموضوع كتاب خاص كذا يجمع الموضوع هذا ممكن ولعل طلبة العلم وكذلك الأساتذة أن ينهضوا بهذا ولو من خلال طلبتهم في تحضير الرسائل ورسائل الماجسير وطاريح الدكتورة فهو موضوع جدير بهذا وأيضاً ما أشار إليهم النقد المتون وما ذكره من ارتباط أيضاً بين العلوم الدينية والعلوم الشرية العلوم كلها حقاً يعني كما ذكر هي بعضها آخذ بحجز بعض ولهذا يثق بالإنسان المشارك في الفنون المتعددة خاصة يعني إذا كان في اللغة أو في الأدب يعني أنا لا أثق بعلم من كان مشتغلاً بالأدب ولكنه لم يشتغل بالنحو ولا بالبلاغة ولا بهذه الأشياء التي تحتاج إليه لا أقول إنه يحتاج إلى أن يكون عالماً بالحديث أو عالماً بالعقيدة أو بالفرق والمذاهب أو نحو ذلك لكن على الأقل لا بد أن يكون قد تمكن في النحو لكن للأسف الشديد للأسف يعني أن ضعف كثير من الأدباء في النحو هذا ظاهر ووجدناه ولهذا لا بد أن يهتم بهذا الأمر وأما نقضي المتون فنعم نقضي المتون في الحديث أو حتى في الكلام العادي النثر المنقول أو في الشعر هذا يعرف بركة وبدليل فيه يطعن فيه هو لأنه قد يأتي بشيء ويخالف التاريخ يقول إن فلانا حصل له كذا وكذا وفلانا لم يلقه أصلا ما لك كان يذكر مثلا كصة عن عمر بن الخطاب مع الخليفة هشام وهذا لم يلقى هذا وهناك قصص كثيرة جدا فيما يتعلق بالحديث تشبيه هذا فيقول إن هذا الراوي لم يلقى هذا فكيف يكون قد روى عنهم فاستدلون على هذا بمثل ذلك وما ذكره الدكتور الخراش أيضا المداخلة هي مداخلة قيمة وإضافة والاستدراك أيضا الذي ذكره جيد وأما في مسألة المصنوع والموضوع فالصناعة نعم قد تكون حانا مدحن أنه الشعر هو نفسه منهما هو صناعة كما قال ابن حزم ومنهما هو براعة ومنهما هو طبع ولكن كلمة المصنوع هذه كلمة تداولها العلماء وقالوا هذا شعر مصنوع وموجود أيضا في كلام المتقدمين والمتأخرين فهو الصلاح لا مشاحة فيه والموضوع نعم هو الكلمة هذه هي اللفظة التي تصدق على ما نريده ولهذا اخترت أن يكون العنوان الوضع في الشعر هذا إن كنت فهمته مقصودك دكتور عبد العزيز الخراشي بالنسبة لما قاله الدكتور العلوي بأن الشعر مرتبط بالمعجم وسأل سؤالا وقال هل الشعر فضل على اللغة نعم له فضل وأي فضل بل هو المصدر يعني من أقوى المصادر اللغة العربية ولهذا تقدم في أول المحاضرة أن الشعر كما قال بن فارس حفظت به الأنساب واللغة وهو حجة فيما أشكل يعني هو الذي يرجع إليه وكان صحت مسائل نافع بن الأزرق أنه كان يسأل ابن عباس ويقول هل جاء هذا في شعر العرب فيقول له فيأتي لكل مسألة أو لكل كلمة يفسرها بشاهد من الشعر في حوالي مئتي كلمة من القرآن الكريم وستشهد لها مئتي شاهد صحت أم لم تصح هذا أمر معروف متواتر لدى اللغويين الشعر هو أحد المصادر القوية يعني عندنا القرآن أولا ثم الشعر لأن الحديث روي بالمعنى الشعر هو ديوان العرب كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأظن أنني فرعت من التعليق على هذه الملحوظات القيمة التي ستكون إضافة وسأعود إليها وأستمع إليها من جديد وأشكر لإخوتي جميعا الذين كانوا معنا في هذه المحاضرة وشكرا دكتور شكرا الله لكم أستاذنا في الختام أتقدم بأخلص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس المجمع على هذه الجولة قريفة المائزة في قضية من قضايا صنعة الشعر الجوهرية والتي إن دلت فإنما تدل على مدى عناية القراث العربي والإسلامي بالتثبت والتحقق من الروايات والرواة في علوم الإسلام عامة وعلم الشعر خاصة كما نثمن توصية الدكتور عبد العزيز بضرورة عناية الباحثين بدرسة الموضوعات الشعرية وجمعها وتحقيق نسبتها فهو أمر حري بالبحث والدرس كل الشكر والتقدير لكم ساذنا الحبيب كما لا يفوتنا أن نتقدم بكل الشكر والتقدير بكل من شاركنا من الضيوف الكرام أساتذة وطلابا ومحبين ونود أن نلف تعنات حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار الشهادة الحضور نرجو ملء النموذج مرسل كما نشير إلى أن لقاء السبت القادم سيكون بعنوان في الخطاب اليومي والعادات الكلامية تصحبنا فيه سعادة الأستاذة الدكتورة ذكرى القبيل الأستاذة في جامعة الملك سعود فإلى الملتقى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته